السلام عليكم. النهر ده ناخد غرزة العمود بلفتين. وغرزة العمود بلفتين هي اطول من غرزة العمود بلفة واحدة بسلسلة. وبالتالي ارتفاعها بيكون اربع سلاسل. هنعمل غرزة التسبيت في الاول. ونبتدي نعمل عدد غرز معين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مثلا اتناشر. طيب زي ما قلنا ارتفاعها اربع سلاسل وهي اطول من غرزة العمود بلفة بسلسلة واحدة بس. فبالتالي انا هسيب اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع مش هدخل فيهم وهبتدي ادخل في الغرزة رقم خمسة. طيب عشان ادخل اعمل غرزة العمود بلفتين بلف الخيط على الابرة مرتين. ادي كده اول مرة وادي كده تاني مرة. وابتدي ادخل جوة الغرزة اللي انا هشتغل فيها باخد فتلة واحدة من الغرزة. وادخل وابتدي ااخد خيط واطلع. بقى عندي على الابرة بتاعتي اربع فتلات. هبتدي ااخد غرزة واطلع من اتنين بس منهم. هدخل تاني واخد واطلع من اتنين تانين منهم. وادخل تاني واطلع من اتنين تانين منهم. نعيد تاني بلف الخيط على الابرة مرتين. واحد اتنين. بدخل في الفراغ السلسلة اللي بعده على طول. انا دخلت في الفراغ ده خلاص وعملت الغرزة. هدخل في الفراغ اللي بعده اللي هنا. هبتدي ادخل واخد خيط واطلع. عندي اربع فتلات على الابرة. هبتدي ااخد خيط واطلع من اول اتنين منهم. هيبقى ثلاث فتلات. هياخد خيط واطلع من اتنين منهم. هيبقى فتلتين. هياخد خيط واطلع منهم. الغرزة زي ما انتم شايفين تعتبر من الغرز الطويلة. تمام? هعملها المرة التانية كمان. هلف لفتين على الابرة. بدخل في الغرزة اللي بعدها. وادخل واخد خيط واطلع. بقى عندي اربع لفات على الابرة. بدخل وابتدي اطلع بواحد من اتنين واحد من اتنين واحد من اتنين. ادي كده واحد من اتنين واحد من اتنين وواحد من اتنين. غرزة العمود بلفتين اسمها بالانجلش تريبل كروشي. وفي منها كمان غرزة اسمها غرزة نص عمود بلفتين. دلوقتي دي غرزة العمود بلفتين انا اشتغلت شوي عشان شوفوا شكلها. عدد اللفات فيها كتير لان بطلع من اتنين وبطلع من اتنين وبطلع من اتنين. دلوقتي هناخد نص غرزة العمود بلفتين. فاكرين غرزة النصف عمود. النصف عمود هي نصف عمود بلفة. لكن حتى غرزة العمود بلفتين لها غرزة نصف عمود بلفتين. تعالوا دلوقتي اشرح لكم. خلينا نشيل واحدة او اتنين كده عشان اشرح لكم نصف عمود ازاي. هي هي نفس الطول اربع سلاسل. تمام. ودلوقتي انا عملت غرزة عمود اخر حاجة كنت عامل عمود بلفتين. هبتدي اعمل نصف عمود بلفتين. نفس البداية بالضبط هلف الخيط على الابرة مرتين. وابتدي ادخل عادي جدا. واخد خيط واطلع. بقى عندي اربع فتلات على الابرة. بنفس الطريقة باخد خيط واطلع من اتنين. كده بالضبط كان يمشي بنفس طريقة العمود بلفتين. لكن هنا لما بقى قالي ثلاث فتلات على الابرة هطلع منهم كلهم زي ما كنت بعمل في غرزة نصف العمود. ودي غرزة نصف عمود بلفتين. ها اكررها تاني. هلف لفتين على الابرة. بدخل في فراغ السلسلة. باخد خيط واطلع. واحد من اتنين. هيبقى تلاتة. هيبقى تلاتة على الابرة. باخد خيط وبطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة. هي طلها شوية بيكون اكثر من غرزة العمود بلفتين. بتكون كأنها متكوكة شوية. كأنها متكوكة شوية لان التلاتة طلعوا كلهم مرة واحدة. كأنها متكوكة شوية. كأنها متكوكة شوية بلفتين على الابرة. بدخل في الفراغ. باخد خيط واطلع. واحد من اتنين واحد من تلاتة. اعتقد فرق الطول كده باين. خليني اعمل واحدة تانية عشان يبان برضو فرق الطول ما بينهم. واحد من اتنين واحد من تلاتة. شايفين? هنا الغرز كانت اه اطول وهنا الغرز بدأت تقسر شوية. فآآ غرزة العمود بلفتين. ليها نصف عمود بلفتين برضو. تمام? طريقتها بلف الخيط على الابرة مرتين. بدخل في الغرزة اللي انا عايزة اشتغلها باخد خيط واطلع. وبعدين باخد خيط واطلع من اتنين. خيط واطلع من اتنين. خيط واطلع من اتنين. دي العمود اللي بلفتين. العمود او نصف عمود اللي بلفتين بلفتين على الابرة. بدخل في الغرزة اللي عايزة اشتغل فيها باخد خيط واطلع. واحد من اتنين. واحد من تلاتة. تمام? يعني احنا دلوقتي اخدنا طريقة التريبل كروشي والهاف تريبل كروشي اللي هي عمود بلفتين ونصف عمود بلفتين دلوقتي هناخد العمود بثلاث لفات العمود اللي بثلاث لفات هنبتدي الأول حاجة نعمل الغرزة البداية العمود بثلاث لفات واسمه بالانجليزي هو الدبل تريبل هو اسمه دبل تريبل كروشي طيب هنعمل عدد سلاسل برضو ودبل تريبل كروشي او غرزة العمود بثلاث لفات طبيعي هتكون اطول من غرزة العمود اللي بلفتين فلو قلنا ان غرزة العمود اللي بلفتين كان ارتفاعها اربع سلاسل يبقى طبيعي غرزة العمود اللي بثلاث لفات هتكون اطول منها سلسلة كمان يعني هتكون ارتفاعها خمس سلاسل يبقى اول سطرة هشتغلوا هبتدي اهو زي ما انتم شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الخمس سلاسل دول كلهم هحسبهم سلاسل الارتفاع وهسبهم ومش هدخل فيهم وهدخل في السلسلة رقم ستة هلف واحد على الابرة اتنين على الابرة تلاتة على الابرة عشان كده اسمها عامود بثلاث لفات او الدبل تريبل طيب بسيب الخمس سلاسل ارتفاع بتوعها لانها غرزة تعتبر طويلة خمس سلاسل ارتفاعها وبدخل في السلسلة رقم ستة بدخل عادي زي اي غرزة باخد ستراند واحد بس من السلسلة وباخد خيط واطلع عندي كم فتل على الابرة واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة بينما العامود بلفتين كان عندي اربعة بس بنفس طريقة خروج الابرة من العامود بلفتين هي نفس طروق خروج الابرة من العامود بتلفتين لفات باخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين تاني بلفت تلات لفات على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها واخد خيط واطلع عندي خمسة على الابرة باخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط وطلع من اتنين كمان واخد خيط وطلع من اتنين كمان واخد خيط وطلع من اخر اتنين شايفين طلها قدي اه يعني تعتبر طويلة غرزة طويلة قوي تمام بلف ثلاث لفات على الابرة وادخل واخد خيط وطلع وابتدي اطلع من كل اللي عندي بنفس طريقة الغرزة عمود بلفتين 1-2-1-2-1-2 لغاية لما خلص كل الفاتلات اللي على الابرة 1-2 اتي اول مرة 1-2 تاني مرة 1-2 تالت مرة 1-2 رابع مرة يبقى ارتفاعها خمس ثلاثل واسمها عمود بتلاث لفات يبقى بلف ثلاث لفات على الابرة بدخل واخد خيط وطلع وابتدي الخمس فاتلات اللي هيتكونه عندي 1-2-1-2-1-2 لغاية لما يخلصوا من على الابرة كلها دي طريقة غرزة العمود اللي بتلاث لفات او الدابل تريبل كروشي شايفين فرق الاطوال ما بين غرزة العمود بتلاث لفات غرزة العمود اللي بلفتين لو حطيناهم حتى فوق بعض هتحسوا ان الفرق ما بينهم حوالي سلسلة تقريبا حوالي سمك السلسلة فهو ده فعلا الفرق الفرق بيكون لفة زيادة كمان أثناء خروج الغرزة خالص من على الابرة الابرة ويشكرا اللي قانو تابا